Hello my dear junior 4 students, I'm Mrs. Myrna, this is my channel Science in a nutshell النهاردة هناخد مع بعض آخر concept واللي هو من ألز وألطف الconcepts اللي ممكن تتخيلوها لأنه سهل جدا وبحتاج بس منكو كده شوية تركيز وحتلاقي ان انت بتحل الأسئلة بتاعته بمنتهى السهولة هو معتمد على الفهم التام لازم تكون فاهم كويس قوي عشان كده محتاجين نفهم حلوة قوي 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 علشان نقدر نحل بكل سهولة طيب أول حاجة هناخدها هابدأ بلسن 2 جزء من لسن 2 هاخده في الconcept ده وبعدين أرجع للاسن 1 تاني أول حاجة هناخدها هي معنى كلمة collision يعني ايه أصلا؟ collision collision يعني ان حاكتين يخبطوا في بعض جامد شايف السقف اللي أنا سقفتها دي؟ أنا كده كأن دايا اللي اتنين عملوا collide عملوا collision خبطوا في بعض جامد يبقى هو المومنت where two object hit or make a contact in a forceful way يعني بطريقة عملوا contact عملوا اتصال ببعض بطريقة جامدة خبطوا في بعض جامد دي كده بسميها ايه؟ بسميها collision اللحظة اللي بيبدأ فيها two object to hit or make contact contact in a forceful way لما بيخبط حاكتين في بعض لما two object يخبطوا في بعض اللي بيحصل في جزء من الانرجي بيكون transfer وفي جزء من الانرجي بيكون transform يعني ايه؟ يعني جزء من الانرجي هيكون transferred حينتقل من مكان لمكان تاني زي بالزبط لما كنا بنشوت الكرة لو تفتكروا لما نشوت الكرة برجلي اللي يحصل لها الكرة بتجري طب ليه علشان حصل ان انا رجلية خبطت في الكرة نقلت لها kinetic energy بقى ده كده اسمها ايه؟ energy transfer امال ايه؟ energy transform out change كلمة transform out change يعني الطاقة ممكن تتحول تبقى حاجة تانية لو هي مثلا كانت kinetic ممكن تتحول تبقى sound زي لما حضرتك انا سقفت دلوقتي عملت ايه؟ انا لما دي خبطت في بعض دي كده كانت kinetic energy وبسبب kinetic energy دي اتحولت بقت ايه؟ بقت sound energy طب واحدة واحدة كده بقى افهم زي بالزبط لو انت ماشي وخبطت في عمود ايه اللي حصل لما انت خبطت في العمود ده؟ العمود ممكن يتحرك بسبب خبطتك دي عمود صغير كده بسيط ممكن ايه؟ اللي هي traffic signs يعني الاشارات اللي بتبقى موجودة مش عمود كهرباء تقيل لا الاشارات دي لو انت خبطت فيها ممكن ان انت تتوجه وتتعور بسبب كده وممكن توقف الحركة بتاعتك متكملش ماشي stop moving وممكن كمان تباونس off يعني ترجع لورا كده وتبايبريت طيب ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل واللي changes واللي transfer of energy that take place لما انا خبطت في الترافك ساين اول حيجة الكينتك energy transfers from the body to the sign الترافك ساين يبقى هي حصل اول حيجة transfer of kinetic energy من your body to the traffic sign which leads to the vibration of the traffic sign ابتدت الترافك ساين تعمل vibration علشان ايه علشان انا خبطت فيها ونقلت لها شوية energy تاني حاجة part of your kinetic energy changes into sound صوت الخبطة نفسه يبقى جزء من ال kinetic energy transform into او changes into sound energy خلاص كده طيب عندنا كمان example للكوليجن وكده احنا رحنا للاسن 1 wrecking ball ايه بقى الرacking ball الرacking ball دي عبارة عن بول كبيرة اوي اوي وحديد heavy steel ball that swings on a cable بتبقى متعلقة في كابل كده واول ما بتغبط في ال walls of the building they knock down the walls or buildings with this ال construction workers بي knock down the walls of او parts of the building using the wrecking ball يبقى اول حاجة لازم اعرفها ان هي very heavy steel ball swings on a cable متعلقة على كابل على زي سلك حديد كده وبيستخدموها to knock down walls or parts of the buildings ومين اللي بيستخدمها العمال بتوع البنى construction workers اجزامبل تاني على الكلجن هو الكلجن in the cricket ball الكريكت ball player بيعمل ايه؟ بيخبط الكورة بالباد بتاعه المضرب وبعدين ايه اللي بيحصل اول حاجة بتحصل ان الباد transfers kinetic energy to the ball بين ال kinetic energy للبول والبول الSpeed بتاعت البول بتزيد اول لما بتتخبط بالبات والبول بتبدأ بقى ان هي تموف in different directions اول لما تتخبط الCollision produces a popping sound يعني ايه popping sound يعني صوت الخبط ده بتاع الكريكت بول البات لما بيخبط في الكريكت بول بيطلع sound يبقى فيه هنا فكرة لازم انت تكون فهمها ان الkinetic energy لما مثلا اغبط two object في بعض ممكن تتحول لإيه لsound energy بسبب الCollision طيب ناخد بالنا ان the object that are in motion الobjects that are in motion اللي بتتحرك will stay in motion حتفضل in motion until something stops them لحد ما تيجي حيجة توقفهم فمثلا الdriver body continues to move forward لحد ما تيجي حاجة توقفه يعني لو هو بيسوق العربية الدرايفر اللي هو السواء لو هو بيسوق العربية والعربية طالها لقدام خلاص ماشي لقدام اكيد مش بترجع الور ماشي لقدام ووقفت فجأة فجأة جسم حيفضل يطلع لقدام هو جسم كان in motion فحيفضل عايز يطلع لقدام فحيخبط في ايه حيخبط في الدركسيون العربية ممكن يطلع يخبط في الازاز and so on فكان لازم ان احنا نعمل حاجة توقف الدرايفر وقت ما العربية تقف فجأة طيب الحاجة دي كانت ايه خليني اقولكو بقى طبعا كلنا عارفين ان ممكن يحصل لقد در الله ايه يحصل ان يكون في collision ما بين مثلا الكورز حد يعمل حدثة طيب هل ممكن ان احنا نقلل الاضرار اللي الحوادث بتعملها يعني يكون في طريقة نقلل بيها الدرر ده طيب بصوا دلوقتي ايه اللي بيحصل لو العربية وقفت فجأة البادي بتاع الدرايفر بيعمل ايه هو انت جسمك بيبقى ماشي لقدام صح كده طول ما انت سائل عربية بيبقى او انت حتى راكب في العربية بيبقى يعني جسمك طالع لقدام كده شوية اول لما العربية بتفارمل وتقف بسبب الكل اللي حصل من غير ما تقصد بتتحرك لقدام بتندفع لقدام خلاص كده طيب ايه بقى السيفتي اكوبيمنت that the driver use and passenger use in their places يقدروا يعملوا ايه السيفتي اكوبيمنت حاجات تحميهم من ان يحصلهم دامج كبيرة اول حاجة السيد بلت وتاني حاجة هي ال airbag ايه هو السيد بلت وايه ال airbag السيد بلت ببساطة هو to keep the driver and also the passenger from moving forward to stop them from moving forward زي كده بيوقفوا انه هو ما يخبطش قدام في الدركسيون يقدر انه يحمي يبقى كده هو بيساعد انه يساعد thousands of lives ازاي اول لما العربية بتقف suddenly انت بتتحرك تلقائيا لقدام فعلشان ما تتحركش القدام وتخبط في الدركسيون او في الازاز ودماغك بعد الشر يحصل له حاجة او جسمك فبتلبس السيد بلت حزام الامان علشان يتحرك ما تروح قدام تمام كده فهو تاني حاجة الارباج الارباج دي عبارة عن ايه عبارة عن thin nylon material معمولة من النيلن بتبقى موجودة فين بتبقى موجودة في الستيرينج ويل بتبقى موجودة في السيدس بتبقى موجودة في الداشبورد والدورز الستيرينج ويل اللي هو بيمسك هالدركسيون السيدس اللي هي المقاعد الداشبورد اللي هو المكان اللي قدام السواق والدورز اللي هو الباب موجودة في كل مكان زي دول طبعا مش موجودة فين مش موجودة في التايرز مثلا الكار تايرز اللي هم بره العربية مش بيبقى فيها الairbags الairbags دايما هتكون في جوة العربية طيب بتعمل ايه او الoperation بتاعها بيكون ازاي اول ما بيحصل الcollision during collision الairbags دي بتعمل inflate يعني اول لما بتسنس او بتعمل detection السنسور بتاعها بيعمل detection ان في crash هيحصل او في collision هيحصل بتعمل inflate يعني ايه inflate يعني تبقى filled with a gas to provide a soft caution تبقى عاملة زي المخد الطرية فلما ييجي الراجل يطلع له قدام ويه هيخبط خلاص في الدريكسيون او في بتعمل ايه بتمتص الCollision بتمتص الCollision ده طب وبعد الCollision العربية ممكن تنفجر لازم انه بسرعة يطلع من العربية after collision the airbag deflate يعني بتطلع كل الهواء اللي جواها لان هي بيكون فيها holes او vents علشان تعمل deflate يعني تعمل ان هي تطلع الجاز اللي جواها inflate عكسها deflate inflate يعني تتنفخ deflate يعني تطلع الجاز لان الهولز والفانس دي بتخليها to deflate as fast as they inflate زي ما تنفخ بسرعة جدا هترجع تطلع كل الهواء اللي جواها فالدرايفر يقدر انه هو يطلع برا العربية فايدتها ايه فايدتها ان هي airbags slow the speed of the driver's motion forward بتبطأ عملية انه يطلع لقدام بسرعة بتخليها يطلع قدام ولكن ببطء وبتمتص الانرجي بتاعت الكوليجن خلاص كده بتمتص الانرجي بتاعت الكوليجن زي ما احنا بنحط جراب للموبايل هل الجراب ده بيخلي الموبايل ما يعاش عالارض لأ ولكن الجراب كل مكان بلاستيك كده وكل مكان مثلا سيليكون او حاجة طرية تمتص الطاقة بتاعت الكوليجن لو وقع على الارض تمام كده ما ياخدش هو كل الطاقة دي فهيتكسر تمام طيب الairbag give reason airbag deflate quickly after few seconds of collision ليه ليه على طول بتقوم بعد ما هي تنفخت قوي تقوم ترجع تطلع كل الهوا اللي فيها because they contain small holes through which the gas comes out so the driver can get out of the car هي فيها small holes أو vents علشان الجاز يطلع منها والدرايفر يقدر يهرب بسرعة من العربية بكرة حاجة هقولها في الفيديو ده هي الكوليجين between trains and cars الكوليجين between trains and cars بيحصل فيه there are many accidents in which a train hits a car it is more dangerous as the force of the collision between the car and the train increases كما بيحصل ان train وcar يخبطوا في بعض the train are much larger than the cars أكبر من the cars بس كمان the train بتمشي with a very high speed يعني كل ما الفورس ما بينهم حد زيد كل ما الDanger حيكون أكبر خلص كده وده كان جزء من lesson 2 ولسن 1 كله طبعا ما ننساش نحل من lesson 1 ولسن 2 سيب للفيديو الجاي هقوله لكم هنحل عليه بالتفصيل لكن دلوقتي افتح كتاب المعاصر صفحة 285 في الكتاب الكبير وابدأ حل لحد صفحة 288 وبعد ما تسمع lesson 2 مني كامل في الفيديو الجاي من فضلك افتح برضو كتاب المعاصر وابدأ حل thank you so much for watching and don't forget to subscribe وتعملوا شير للفيديو with your friends أنا بنبهه thank you bye bye